ترمي من أن الذئب حيوان قوي ويعتبر صيادا ماتر وأكثر حلة من كلب درواس التابية إلى أن هذا الكلب القوي يمكنه الوقوف في وجه حيوان الشرس أحيانا وإرغامه على أن يعود أدراجه وهو يجر أذيال الخيبة كما هو معروف من النادر أن تتراجع ذئاب وتترك فرستها خلصة وأن هذه الحيوانات غالبا ما تصفاد في مجموعات لهذا تكون في موقف قوة وتنتصر على فصومها وعلى الرغم من أن أغلب الكلاب تهرب عندما تشاهد ذئبا يقترب منها إلا أن كلب الدرواس التبديج الكبير والشرس لا يتردد أبدا في مواجهة الذئاب بل ويستطيع أن ينشر ظعر بين قطيع الذئاب ويطردهم دفاعا عن ممتلكات صاحبه تتدرب الذئاب وباقي حيوانات المفتلسة في البريق على مدار الشعر كي تتمكر من صيد الفرائش التي تتغذى عليها لأنها ستهلك حتما إذا لم تصفاد عليهم الركض طوال اليوم والبحث عن الفرائش وفي نفس الوقت حماية أنفسيا من الحيوانات الأخرى المفتلسة التي قد تهاجمها في أي لحظة كل هذا يكسب الحيوانات المفتلسة قوة وشجاعة وثبرة أخرى الصيد وفي المقابل يجب على الكلاب أن تخضع لتدريب جيد كي تواجه هذه الوحوش التي تستهدف في الغالب المواشي التي تحرسها التغلب على الحيوانات المفتلسة ليس بالأمر الهيئين بل يتطلب من الكلب التدارب منذ سن مبكرة واتساب القوة والخفة والشرسة التافية بالوقوف الندي للندي أمام هذه الحيوانات القوية لأكلة للحوم فهذه الأفيرة تهوض العديد من المعارك يوميا سواء ضدف رئيسها أثناء عملية السيطرة أو ضدف بعضها البعض من أجل بسط السيطرة لهذا تكون دائما في لياقة جيدة ومستعدة للقتال رغم كل هذا وقفت الكلاب في وجه هذه الوحوش ولا طالما دافعت عن الإنسان منها فالإنسان يستعمل هذه الحيوانات الشجاعة إما من أجل حماية نفسه وممتلكاته من الحيوانات المفترسة أو من أجل استخدامها في السيطرة وفي كلتا الحالتين لا تخذله أبدا دعونا الآن نتكلم عن الفيديو الخاص بنا لنهار اليوم والذي تظهر فيه هذه الأغنام الكثيرة وهي مجتمعة داخل الحجز الذي تقيم فيه لكن فجأة بدأت تتحرك كلها في اتجاه واحد واجتمعت لأنها على ما يبدو شعرت بالغطر فقد جاء ذئب شريس ليحاول خطف إحدى الأغنام لكن كنبو الماسيد التبتي الأسود جاء مصلعا وبقي قريبا من القطيع بعد لحظات ظهر الذئب وهو يرتجه نحو قطيع الأغنام بأقصى سرعته لكن الكلب الأسود انطلق يجري ووقفه قبل أن يؤذي أي من الأغنام لقد شبك معه ووقف في طريقه كي لا يلاحق قطيع الأغنام وارغمه على التراجع إلى الوراء عندها اصرف الذئب مسعا ثم لاحقه الكلب لقد هرب الذئب لينجه بحياته في حين بقي التلب الشجاع يلاحقه حتى أبعده عن القطيع تماما وبعد لحظات عاد وهو يرفع ذيله تعبيرا عن النصر عندما استدار الكلب دروس التبديل ولحظ أن الذئب لا يزال وراءه عاد ليهجمه مرة أخرى وطرده ثم عاد لواصل حراسة القطيع لقد قام الكلب بعمل رائع حيث أدى واجبه على أكمل وجه وأنقذ القطيع من الذئب الجائع ولم يتردد أبدا في مواجهة الحيوان الشرس بمجرد أن رأاه يهاجم القطيع الذي يحرسه واستمات في الدفاع عن المواشي من الجيد أن يكون لديك كلب كهذا في منزلك أو في مزرعتك لأن كل شيء سيكون في ماما هو فقط بحاجة إلى التربية والرعاية وبعدها سيرد لك الجميل وسيجعلك ترتفر به وفي مشهد آخر شم هذان الكلبان من فصيلة الدرواس التبتق رجوما خاطفا على فرد الثلج كان يأكل فرستا وارغمه على التخلي عنها والهرب الفرد حول العودة ليكمل وجبته لكن قلاب أخرى جاءت لدعم كلب الدرواس وأحاطوا بهم جميعا عندها وجد الحيوان المفترس نفسه في وضع لا يحسد عليه لقد اضطر إلى المغادرة في نهاية المطاف وتخلى عن فرسته ترجمة نانسي قنقر